شاهدين ننسيب حضرتكم دلوقتي مع موجز الأهم وآخر الأنباء معلمية تفضل يا لمي شكرا ليكي باسانت الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الحرصة المستمرة للتشاور مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا انطلاقا من اهتمام مصر بالدفع التعاون بين الجانبين لما تمثله الشراكة مع الصندوق من توفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية فيما يتعلق بأداء الاقتصاد المصري جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من مديرة صندوق النقد الدولي من جانبها أكد جورجيفا سعي الصندوق نحو مواصلة أطر التشاور والتنصيق مع مصر لإبراز شراكاتهما البناء أخذنا في الاعتبار برنامج التعاون القائم بين الجانبين وأشهدت مديرة صندوق النقد بالجهود الحكومية المكثفة في هذا الإطار وما تم تحقيقه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادية وما يظهر الاقتصاد المصري من قدرة على الصمود في وجه التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتلاحقة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروع وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني محمد أشتية أكد مدبولي أن مباحثات الجانبين تضمنت تعزيز نفاذ السلع المصرية للسوق الفلسطينية وتعزيز التعاون في مجال الصحة والزراع من جانبه قال رئيس وزراء فلسطين أن بلاده تحتاج إلى مصر اليوم أكثر من أي وقت مضى مشيدا بالموقف المصري الداعم للقضايا الفلسطينية في المحافل الدولية هذا وبحث رئيس الوزراء عددا من ملفات التعاون وتطورات الأوضاع الأقليمية والدولية كما تم توقيع تعاون بروتوكولي في المجال الزراعي بين البلدين نظمت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للكوتشنج الاتحاد الدولي ICF للتدريب نظمت جلسات تدريبية لعضائها وذلك في إطار مشاركتها في الأسبوع الدولي للكوتشنج يأتي التعاون بين نادي المدربين بالتنصيقية والاتحاد الدولي للكوتشنج باعتباره الجهة الدولية الأولى في مجال الإرشاد المهني والعملية هذا واستهدفت الدفعة الأولى من التدريب 150 عضوا من أعضاء التنصيقية وتضمن البرنامج التدريبي مهارات أنماط القيادة والتنوع وأثره في بيئة العمل والخطابة والثقة الداخلية صوت غالبيات أعضاء مجلس النواب الأمريكية بالموافقة على مشروع قانون قدمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي لتعليق استقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار وصوت لصالح مشروع القانون 314 نائبا مقابل 117 صوتوا ضده ويتعين على مجلس الشيوخ إقرار مشروع القانون لكي ينشره رئيس جو بايدن قانونا نافذا في غضون خمسة أيام على الأكثر أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدة جديدة بقيمة 300 مليون دولار من الأسلحة والمعدات الأمريكية لصالح القوات الأوكرانية وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن حزمة المساعدات الأمنية تتضمن قدرات دفاع جوين كبيرة وذخيرة إضافية لأنظمة الصواريخ والمدفعية عالية الحركة والأسلحة المضادة للذبابات وعشرات الملايين من طلقات ذخائر الأسلحة الصغيرة قال مسؤولون في كييف إن هجوما ليليا على منطقة شرق كييف أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عدد آخرين وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن اثنين من القتل من الأطفال في الهجوم الذي استهدف منطقة في الضواحي الشرقية للعاصمة نددت موسكو بقرار ألمانيا إغلاق أربع من القنصليات الروسية الخمسة على أراضيها معتبرة ذلك خطوة استفزازية وتواعدت بالرد وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن هذه الأفعال الاستفزازية المتهورة لن تبقى دون رد مناسب من روسيا رياضيا تعادل فريق الإسماعيلية أمام المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهم على استادي عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر وذلك في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدور الممتاز لكرة القدم بهذه النتيجة يحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 42 نقطة بعدما خاض 30 مباراة وفي المقابل يحتل النادي الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة بعد خوض 29 مباراة مشاهدين انتهى موجز الثامنة وعودة الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل